بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي الطلبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته النهاردة ان شاء الله هناخد الجزء قبل الأخير من chapter 2 peering capacity of soil اللي هو part 18 اللي هو settlement of foundation هنكمل الهبوط بتاع الأساس هنتكلم عن حاجة اسمها differential settlement على فكرة الهبوط في حد ذاته مفيش مشكلة فيه بمعنى لو انت عندك مبنى بالشكل دوت وما حصلوش هبوط خالص ما فيش مشكلة طيب السؤال بقى لو هنا برضك نفس المبنى وحصل له هبوط بس الهبوط كله متساوي بالشكل ده هنا زي هنا زي هنا زي هنا برضك مش هيحصل حاجة المبنى هينزل لتحت شوية لكن مش هيحصل لكن الخطورة كلها دايما في مين لو مثلا ده هبط وده ما هبطش فإيه اللي ممكن يحصل المبنى يبتدي ينهار بالشكل اللي انت شايفه دوا فبنقول ايه تعريف الدفرينشال ستلمنت the difference between the magnitude of settlements at any two points is known as a differential mean settlement the differential settlement may cause due to ايه سبب حدوثه يميحصل تلتنج of rigid base أو dishing of flexible base or due to non-uniform of loading يعني ايه جدا على الاعمادة دي فهبطت زيادة عن هنا فحصل differential mean settlement طيب فبنقول لو انا عندي S1 و S2 are settlement at two points يبقى differential settlement عبارة عن مين الدلتا بيساوي S1 نقص S2 لو انت عايز angular distortion يبقى S1 نقص S2 بس تقسمها على مين على ال L اللي هي المسافة ما بين النقطتين اللي انت بتحسب لهم ال A الهبوط ده اسمه angular A لكن ال differential تجيب الهبوط الاولاني والهبوط التاني وتطرحهم من ايه من بعد بنقول ال differential settlement ده It is difficult to predict the differential settlement صعب ان احنا نتنبأ بالهبوط المتفاوت ده ازاي It's generally observed indirectly from the maximum setting دايما بنروح نعمل ايه لو انا عندي مبنى كده باعتقد مثلا ان هنا هيبقى الهبوط الزيادة او مثلا عندي قاعدة بالشكل ديت فهنا الهبوط هيبقى زيادة عشان اللوت زيادة وهنا الهبوط قليل يبقى ده الماكسيمون المنمم ممكن تطرحهم من بعد يبقى It is generally observed indirectly from the maximum mean settlement It is observed that the differential settlement is less than 50% of maximum settlement is most of the case يعني دايما بتبقى اقل تعريبا من 50% من الماكسيمون مين settlement The differential settlement can be reduced ممكن اقلله ازاي By providing rigid raft لما حط هنا المبنى بتاعي ده بقى او الاساس الraft ديت تعتبر rigid جدا مهما ده يهبط وده يهبط مش هيحصل differential settlement founding the structure at grid depths نحطه في عمق كبير عشان ما يحصلش differential Avigning the eccentric mean loading نحاول بقدر المستطاع ان احنا نتافادة ان يبقى فيه احمال مالها eccentric يعني الليه مركزية الليه مركزية ديه اللي بيحصل يبقى فيه هنا the stresses كتيرة فالهبطها يبقى maximum وهنا the stresses الليها يبقى minimum واترحهم من بعد طلع differential settlement ده اسمه differential mean settlement اما the allowable settlement The allowable maximum settlement depends upon the type of soil or the type of foundation with the structure framing system يعني بيعتمد على مين على نوع التربة وعلى حسب نوع الاساس وعلى حسب النظام الانشائي اللي انت استخدمته للمبنى بتاعك maximum settlement ranging ما بين كامل ولكام من 20 ميلي لكامل 300 ميلي is generally permitted for various structures ما فيش مشكلة من 20 لحد 300 ميلي ده ممكن نسمح بي theoretically no damage ما فيش اي انهيلات تحصل is done to the super structure if the soil settled uniform زي ما اتفقنا قبل كده لو عندي المبنى بتاعي هو والهبوط ده نفس الهبوط ده مش هيحصل اي انهيار لمين لل super structure however ولكن طبعا settlement exceeds مالها 150 ميلي يعني 15 سنتي may cause trouble to a utility such as water pipelines sewer telephone lines also in accesses from street يعني لو ما نتكلمش بقى على المبنى بنتكلم دلوقتي على خط مثلا ايه 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 موسير بتاع الصرف او خط تليفونات لو طبعا حصل الهبوط ده لتى في حدود 15 سنتي ممكن ايه يحصل انهيار في الموسير وتبتالي يبتدي وظيفتها ما بقتش ااااا او المنشأ نفسه لا يقوم بايه بوظفته بكفاءة عالية يبقى فيه مشكلة عندي في الهبوط فأنا ما زودش عن 15 سنتي في حالة مين في حالة الووتر بايب لائنز والسيور والتليفون لائنز والأكسيس كده يبقى احنا خلصنا الجزء القبل الاخير وهنكمل في الجزء القادم ان شاء الله شكرا